السلام عليكم كنا رحبوا بالإخوان ديالشوف تيفي والحادثة فانتكات اللي زارونا اليوم الجامعة ديالسيد الحارزم على إيسر نعيقات ديالدورة العادية ديالشهر أكتوبر واللي تضمن تقريبا ثلاثة ديالنقاط مصادقة على ميزانية السنة المالية الفين وثلاثة وعشرين وكذلك نقطة متعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية خاصة بتنفيذ برنامج هيل المراكز الحضرية والمراكز الصعيدة في عقد برنامج بين الدولة وجهات فاس مكناس متعلقة بتمويل وإنجاز برنامج هيل المراكز الصعيد الصحينات بعملات فاس وكذلك المصادقة على تكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوى الحمد لله لا حضرتوا معنا وشتو المناقشة ودراسة ميزانية ومناقشة الإخوان والأخوات عضاء المجديس فيما يخص البنود الميزانية لتتعلق الأمر بالمداخل أو المصاريف وكذلك في الجزء الثاني وشتو بأنه تصويت كان صدقه وإخوان عضاء المجديس على ميزانية في شققها في المداخل وكذلك المصاريف وكذلك الجزء الثاني الميزانية والفائد التقديري التي تمت برمجة في مشروع متكامل وكذلك تعلق الأمر بالتهيئة المركز السيدة حراثة فيما يخص النقطة الثانية التي هي اتفاقية ملحقة وفيها مجموعة شركة اتفاقية تأهيل المركز الصعيد السخينات تبعاً البرنامج لذلك الدولة باش تحاول ما أمكن تحتاني بمجموعة المراكز الصعيدة هذه الاتفاقية كانت شاركة مع وزارة إعداد تراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وزارة الاقتصاد والمالية وولاية جهات فاسمكناس المجليز جهات فاسمكناس الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهات فاسمكناس المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني المديرية الجهوية للسكنة وسياسة المدينة وكذلك جماعة سيد الحرازم واللي من خلالها غايتم تهيئة المركز الصعيد السخينات فيما يخص الطرق وكذلك الإنارة العمومية والصرف الصحي وخلق مناطق خضراء بهذا المركز هذا إذن من شتو كيفاش تمت المناقش هذه المجموعة هذه النقاط ويحضروا المصدقة في المجلس وهذا الغلاف المالي الاتفاقية وهي المركز سيد الحرازم هو جزء المليار السنتيم واللي من خلاله نطمحو باش المركز سيد الحرازم يوليف واحد الحلة جديدة فيما يخص الصرف الصحي فيما يخص الطرق الإنارة العمومية والمناطق الخضراء إذن كم نعود نشكر الإخوان حجة فاندكات وشوف تيفي اللي زارونا في هذه الدورة وكانت من التوفيق للجميع سيد الحرازم وصورنا ما شاك فيه الترجار وصوصا الترجار يتحرقون المحلس ديالو شفنا هالدور هالدرجات والنقطة ديال إعادة سوق نموذج لالترجار حين أنه كنت شوفو هاي عامين ولكتر يعني من الالفين وشيني مشتحرق السوق اللي كان وما زال الآن وحديد ديالو ما زال دلاص غير بالنسبة لهذا الموضوع لأن هذا موضوع كانت نقش في دورات سابقة واللي من خلاله حاولنا ما أمكان نخرجه بواحد الحل اللي هو إحداث سوق مؤقت لهذا الإخوان المستغلي الأكشاك اللي تعرضت للحارق بالمشربة الثانية إلا أنه من مشكلة للفيضانات على جزء مراحيل كانت تأثر هات السوق المؤقت كذلك بالفيضانات والآن كانت مناقشة مع السيد الولي لإعادة تهيئة المركز سيد الحرازم وإعادة تهيئة هذا سوق الأكشاك سواء تعلق الأمر المشربة الأولى ومشربة الثانية إلا أنه كانت تضرق وتعليمات من السيد الولي كانت تضرق المشروع اللي غادي تقوم به صندوق الإذاع والتدبير داخل المركز سيد الحرازم باش يبشروا الفندوق والقرية السياحية باش على الأقل نمشيوا في واحد يتكون نطلق هذه الأشغال في مرة وحدة في المركز سيد الحرازم وبهذه المناسبة نحن كنا في السابقين المجلس سبق أنه دار دراسة تهيئة المركز سيد الحرازم هالدراسة كين فيها تهيئة المشربة تبجوج والفضاء المشربة وخلق مناطق خضراء وكذلك المحطات الوقوف السيارات والطرق داخل المركز سيد الحرازم بالإضافة الإعادة الهيكا لدي لها الأسواق سواء تعلق الأمر بالمشربة الأولى أو مشربة ثانية تعتبر الهيكا الآن وهو كان عين صندوق الإذاع والتدبير بالنسبة يبدأ الأشغال اللي هو قونا بها ويمكن نعنو على الصفقات التأهيل والتهيئة للمركز سيد الحرازم كل بما فيه الأسواق الأكشك نقطة الفيضانات الشعابي والدوار السعي دائما لتكون الشم جدا تأتي الفيضانات من إقليم سفر ويغرق المنتج سيد الحرازم ودوار السعي شنون إجراءات اللي قدرسوهم واللي غديروهم إن شاء الله بيخل لا شنو لماذا تكررون مثل حوالي الوقات بالنسبة لذلك النقاط سيد الحرازم ودوار سيب لأن دوار سيب ركشتو كيف يتواجد في المون بسط وقريب الواتسبو وفي المصب مجموعة الشعاب لهذا يتأترب هذه الفيضانات وحاولنا مع مديرية الجهوية الجهيز على الأقل لنستعو الشعاب الذي ينتمع ونحاول ما يمكن نحاول الماء الفيضانات الجهة أخرى اللي غادي سيد الحرازم كانت اتفاقية شراكة حماية مركز سيد الحرازم والفيضانات والغلاف المالي جد مليار سنتيم كانت مساهمة وكالة حوصبو 4 مليون درهم جماعة سيد الحرازم 4 مليون درهم مجلس العمال 4 مليون درهم ومجلس جهة فاسم 4 مليون درهم الآن السنة الماضية كان المدير الوكالة حوصبو وعلينات على الصفقة الخاصة بها طبقا البنود التي كانت في الاتفاقية والغلاف المالي لها 40 مليون درهم إذن نجزي هذه الصفقة مازال نجزي صفقة المتعلقة بالشطر الثاني وهو تقريبا من المسبح المغطى حتى الملعب الكرة الكرة القدم كان اجتماع في الجهة وأن الجهة المشكلة التي عطلنا الجهة اخذت متوفرة 40 مليون دينا متوفرة خلال ما اعتفقنا باش نقسمو هذه الصفقة على أشطر الشطر الأول وهو 12 مليون درهم سنعنو على الصفقة في الأيام المقبلة إن شاء الله لإنجاز هذا المشروع وغلت تبقى 40 مليون درهم دينا المجلس العاملة اللي قولونا أنهم سوفروا في الاعتمادات الفائد هذه السنة المالية إن شاء الله سيد الرئيس السؤال الأخير سيكون كنا عرف المركز في الحراث من أشهر المركز في المغرب مركز سياحي كبير ثم كرئاسة الجماعة ماذا قدرت نغضب هذا المركز لأنه يقصدوه المغارضة كبيرا لدينا ميكرو ترطوار بالله وردنا شخص جاء من المدينة الثانية وماذا ترعى ماذا ترعى للموحظ المركز بالنسبة للمجلس الجماعي قام بواحد دراسة التهيئة للمركز سياحي راثم والغلاف المالي لها جزء المليار سنتيم لدينا تقريبا ثلاث سنين من 2019 من دراسة إلا أنه صدمنا بأنه صندوق الإدعاء والتدبير قام بدراسة التهيئة للوحدات الفندقية التي يدخل المركز سياحي راثم السيد الولي كان رأي أنه الأشغال تبدأ في اختراء واحدة جماعة وصندوق الإدعاء التدبير جاءت في القادية الكورونا 2019 2020 الاقتصاد على السعيد الوطني كان تدور من ناحية الاقتصادية صندوق الإدعاء التدبير كان تدور في ميزانية لهم التي سيرصد ها لتهيئة المركز السيد حراثم أما كجماعاء سيرصد 6 مليون درهم في الميزانية الجماعة التي مفر الآن سيأخذ قرض من صندوق الجهيز الجماعي 14 مليون درهم لكي نجزو الدراسة لأن المركز السيد حراثم كما قلت قبل المجموعة للزوار على السعيد الوطني والأجاني يأتي للمركز السيد حراثم فإذا به إحنا أولا ما نطمئن لها الوضعية اللي كين فيها المركز السيد حراثم وكان طمح باش نحق الدراسة لذات الجماعة باش على الأقل يتم تهيئة لذي الطرق ولذي مناطق خضراء ولذي الفضاء المشرب الجوج ولا الإعادة الهيكلة لذي الأسواق اللي كين داخل المركز السيد حراثم وش هتقدر نفض هذي رأي الجماعة هذي وعود لقلتها أمام رأي عن هذي فهذه الولاي هتقدر بالنسبة لهذي الوعود لأن هذي وعود كنقولوها وكنحقوه لأن قلنا وعود حماية مركز السيد الحراثم الفيضانات سننضبع في الإجراءات كذلك وعود التهيئة للمركز السيد الحراثم كتبقى المشكلة لصندوق الإذاعة التدبير هو الوحيد اللي يمكننا بالمساعدة والدعم يمكننا نحقوه هذه المشاريع إلى توقف صندوق الإذاعة التدبير على تحقيق المشروع التهيئة ولا بد أن السيد الولاي يعطينا دعم لكي نحقوه المشروع الدراسة التي درت الجامعة وكذلك نقطة سودة أخرى المسبح الرابع والمخيم الجماعي الذي دمنا الدراسة ودوزنا في دورات وبالتصاميم وصادق عليه المجلس وبغلاف مالي تقريبا مليار وستمائة مليون سنتيم فيما يخص المسبح الرابع وكذلك المخيم بغلاف مالي مليار مليون درهم الذي يمكن يمكن وحدة استثمارية مهمة واللي الآن ما زال ما مشوش للوزارة الداخلية قصد مصادقة لأن نتاظر ديما صندوق إذاع وتدبير وإلى أنا كنقولها من هذا المنبر إلى صندوق الإذاع وتدبير تعتطل في الإنجاز المشروع والتهيئة الوحدة السياحية التي عنده هنا في سيد الحرازم رأي لابد مغال تمس ومسيد الولي أننا نحق المشروع التهيئة أدير المركز السيد الحرازم بناء الدراسة لإدارة الجماعة الآخر سؤال سيد الرئيس كنا صورنا جيدا كالقناة شوف تغير هنا للمنطقة صور ماذا الأشجار لأقتل أكتريعات على مستوى المشروع الأول على ما تعقيد كانوا حشرة كانوا يتضل الله ويهود سياح لي يجيب مه شفنا النفك يتشك وكان الشمس وكانوا أعجاب يفيد هل يمكنك شجار وماذا يجعل شجار تقتال لكي أعجاب النسبة لأن من ناحية الدراسة التي در السيد الذي مكلف من المناطق الخضراء داخل المركز السيد الحرازم تبيل أن الكاليبتيس لا يمكن أن يكون داخل المركز السيد الحرازم والموضع الذي كان في المشربة الأولى والذي تم تقتال الشجر هذا الشجر تقتلنا أولا للقنوات المياه المعدينية لأن يكون أعطاب هذا يجعلنا لكي نحيض هذا الشجر لأن لا يليق أن داخل المركز كما في المجار الحضاري لا يمكن أن تقوم لكاليبتيس لا يمكن أن تقوم شجر الخرر ونحن نحن نحن لكي نحن لكي نحن نشجر هذا الشجر شكرا شكرا